الوليد بن طلال يستفز إيلون ماسك بتغريدة عبر حسابه على تويتر بعد صفقة الاستحواذ ويؤكد له أنه سيلاحقه دائماً وماسك يبدأ فرض تغييرات جذرية في تويتر أتم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك صفقة شراء تويتر والاستحواذ عليه لكنه لن يكون المالك الوحيد لأمير السعودي الوليد بن طلال نقل حصته في شركة تويتر القديمة إلى الشركة الجديدة بعدما استحوذ ماسك عليه شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد أعلنت سريعاً عبر بيان رسمي عن نقل وتحويل حصتها في أسهم شركة تويتر إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة بعد استحواذ ماسك على الأولى بحسب بيان المملكة القابضة حصة الأمير السعودي في تويتر هي 7 مليارات ريال سعودي أي 1.8 مليار دولار أمريكي البيان أشار أيضاً إلى أن الأمير الوليد صار بعد هذا الإجراء ثاني أكبر المساهمين في تويتر بعد ماسك وختم البيان بعبارة جاء فيها أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة على حسابه على تويتر غرد الأمير السعودي مخاطباً ماسك وقال له صديقي العزيز معاً توال الوقت تغريدة الأمير الوليد لقد تفاعلاً واسعاً من قبل مستخدم تويتر فبينما بارك البعض له انتقده البعض الآخر على هذه الصفقة من ناحيته غرد ماسك بعد إتمام عملية الشراء قائلاً في إشارة إلى رفضه لسياسة تقييد حرية التعبير على تويتر ورغبته في إيقاف هذه الممارسات القمعية أما أول ما فعله ماسك فهو طرد عدد من المدراء النافذين في تويتر كبداية لعملية التجديد التي يريدها يشار إلى أن تغريدة ماسك والأمير الوليد أثارت الجدل قبل هذه الصفقة ببضعة أشهر حينها رفض الأمير عرض مالك تيسلا لشراء تويتر قائلاً أن المبلغ الذي اقترحه ماسك لا يقترب من قيمة تويتر الحقيقية نظراً لتوقعات نموه فما كان من ماسك إلا أن رد على الأمير رداً استفز السعوديين كثيراً حينها إذ سأل ماسك عن وجهة نظر السعودية في حرية التعبير الصحفي اشتركوا في القناة